دشنا وكيل قطاع المشاريع بوزارة الشباب والرياضة محسن علي بيبك اليوم أعمال تأهيل ملعب الفقيد سامي السليماني بمديرية رصد يافع وقال بيبك إن وزارة الشباب والرياضة ستساهم مع أهالي يافع وتجارها في إعادة تأهيل الملعب الوحيد في مديريات يافع يكون بداية حقيقية لعمل رياضي في المنطقة وخلال التدشين الذي أقيم في الملعب بحضور جمع كبير من أهالي مديرية رصد ومكتب السعدي شدد الحاضرون على ضرورة استكمال العمل في الملعب الذي يعد قبلة الشباب ومتنفسهم الوحيد وأوضحوا أن ذلك لن يتم إلا بتعاون الجميع ودعم التجار اشتركوا في القناة